ربنا جعل مصر رحمة لإني أنتوا عارفين حضراتكم إن دايما في الرؤية الدينية الإسلامية إن التنوع رحمة فقال إن مصر دات يذكروا فيها القيرات فإيه اللي حاصل؟ اللي حاصل ببساطة إن مصر فيها رحم بينها وبين رسول الله ليه؟ لإني في مصر التنوع اللي هيكون فيها هيكون سبب رحمة سبب رحمة عشان ما يجيش حد يقول إن الدين ده بيكره العيش المشترك اللي هو أحد المنتجات الأساسية للرحمة لا مصر فيها عيش مشترك ويفضل الناس فيها بيعيشوا عيش مشترك يدخل الصحاب الجليل ويدخل أهل الإسلام في مصر ويبقى الإسلام في مصر وما تتغيرش الحالة غير بعد تلتمائة سنة لما يحصل إيه؟ لما يحصل التغير الاجتماعي بالعيش المشترك فيبقى الصاب الصغير عنده خاله غير المسلم ويعيش مع بعض حياة مليئة بالعيش المشترك فالذم والرحم هنا جاء من أن هذا البلد فيها علاقة بينه وبين رسول الله أنه شعب يتراحم شعب يتراحم بحق فالعقد الاجتماعي اللي موجود في مصر عقد تراحمي ولذلك كان من المفزع لأهل التدين لأهل التطرف أنهم يعملوا إيه؟ أن ييجوا على البلد دي اللي مبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألاف رباط إلى يوم القيامة ويديقهم جدا 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 هذا التنوع فييجوا مرة يضربوا في البعد المتعلق بهذا التنوع بالثقافة المصرية والحضارة المصرية القديمة ومرة يضربوا في البعد القبطي ومرة يضربوا في كل الأبعاد اللي موجودة الثقافية في مصر ليه؟ عشان هم مش عايزين يخلوا البلد دي بلد تراحمية عايزين البلد دي تبقى بلد صراعية آه أنا فهمت أنت أصدك إيه؟ أن البلد دي لما تبقى تفضل بلد تراحمية تفضل مصد أمام أطمع الكل ليه؟ لأن أهلها في رباط إلى يوم القيامة وأهلها في تراحم وأهلها في رباط طيب وده يؤدي إلى إيه؟ أن أهل مصر دولة اللي في رحمة واللي بهذه التنوع يقوموا بدور عجيب عشان يخلصوا العالم من طوفان اسمه طوفان التطرف الهجمات المتطرفة كان لازم الناس كلها تسأل هو ليه التطرف يكون بهذه الكسافة؟ وليه يدفع فيه أموال كثيرة جدا جدا وليه حد يجي يخلي مصر اللي حضرت النبي وصى بيها وصى بيها يجي حد متطرف يتعامل مع مصر على أنه على أن الوطن فيها تراب لا الوطن فيها مش تراب مصر مش تراب مصر وصية حبيب رب الأرباب مصر دي وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده هي دولة مهمة وعشان كده لما مصر فهمت أن هي دولة راحمية أخذت على عاتقة أنها ترحم العالم كله من الإرهاب مصر ببساطة خالص وده اللي بيكيد كل من لا يحب مصر واللي ما بيحبش رحمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكيدهم إيه بقى أن مصر وقفت أمام الإرهاب وأمام التطرف وقفت أمام الإرهاب والتطرف إيه؟ ما وقفتش قدام بس بأعظم جيش عنده عقيدة وعنده عقيدة متراحمة كانوا بيمنعوا هذا الوباء يا سادة فيه وباء أشد من وباء الكورونا اسمه وباء التطرف والإرهاب مصر اكتشفت مصر لأنها دولة محفوظة بوسيط حضرة النبي اكتشفت إزاي الترياق اللي ممكن تتخلص بيه من التطرف وقفت وعمل إيه جيشها وعمل إيه كل من فيها أنه منعت أن هذا التطرف ينطلق إلى العالم كله ودي الدرس للناس إزاي يقدروا يواجهوا التطرف والإرهاب يبقى حضرة النبي كانت شايل شاعب مصر وأهل مصر عشان يحفظوا على العالم كله حفظوا على العالم كله من هذا من هذا الوباء نفس الكلام ولزيك ده يدايق جدا المتطرفين ويدايق الانتجاهات المتطرفة يدايق الانتجاهات المتطرفة ولزيك ما تلاقيش الحديث ده بيقولوا أهل التطرف كتير يعني ده ما تعمل كده وتبص كده الطيار المتطرف بيذكر الحديث ده لا ما يذكرش ليه ما يذكرش الحديث ده انه يبقى ان المكانة الحقيقية للمصر اللي كتير من الناس أصحاب المصالح ما يحبوش ان المكانة الحقيقية للمصر تظهر ان مصر تظهر ان هي وصية رسول الله سأصل فكان الباب الأساسي او الدرع الأساسي اللي لبسوا العالم كله كان درع مصري منع التطرف انه ينطلق الى العالم كله